قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الخلافات بين السعودية والإمارات تهدد جهد إنهاء الحرب في اليمن وكشفت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من مستشار الأمن الوطني للإمارات طحنون بن زايد عدم تعطيل أبو ظبي لمحادثات إيقاف إطلاق النار في اليمن مشيرة إلى أن بن سلمان أخبر مستشاره بأنه فقد الثقة بالإمارات ويأتي حديث الصحيفة ضمن تقرير لها عن خلافات بين رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان طال العديد من الملفات في المنطقة كما أوضحت وول ستريت جورنال أن أبو ظبي وقعت اتفاقا أمنيا مع مجلس القيادة يمنحها حق التدخل في اليمن الأمر الذي اعتبره مسؤولون سعوديون تحديا لستراتيجيتهم في اليمن وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تواصل دعم المجلس الانتقالي لتقسيم اليمن ما يقوض الجهود المبدولة للحفاظ على وحدة البلاد ووفقا للصحيفة فإن المملكة تخطط لمد خط أنابيب من أراضيها إلى بحر العرب عبر محافظة حضرموت مع إقامة ميناء بحري في المكلة غير أن القوات الإماراتية الموجودة في المحافظة والميليشيا التي تدعمها تهدد خطط الرياضة سواء اشتركوا في القناة